بما لا تشتهي السلطة الحاكمة وبعكس تيار قمعها تجري رياح ثورة تشرين داخلة مرحلة جديدة ومهمة تجاوزت التظاهرات والاعتصامات لتدخل مرحلة الإضراب العام اللجان والاتحادات العمالية والهيئة التدريسية والطلاب كلهم استجابوا لدعوات الإضراب فأوقفوا حياتهم العملية في جميع المحافظات وانضموا إلى المتظاهرين في ساحات الاعتصام الجامعات العراقية والمدارس في بغداد والبصرة وميسان وكربلاء والنجف وذيقار والقادسية وبابل شبه مشلولة مع بداية الدوام الرسمي وسط قطع للطرق المؤدية إلى الدوائر الحكومية في البصرة وذيقار وإضراب شهدته بعض المنشآت النفطية في البصرة وميسان حركة السير في شوارع بغداد في منطقة الكرادة والمنصور والأعظمية والعلاوي ضعيفة جدا إذ لم يخرج غالبية الطلاب والموظفين إلى الدوام الرسمي بينما أغلق الأهالي عددا من الطرق الرئيسة وسط انتشار عسكري كثيف في غالبية شوارع بغداد وفي البصرة خلت الشوارع الرئيسة في المحافظة تماما من الحركة وأغلق الأهالي طريق الزبير الشعيبة وشارع بغداد وطريق المطار بينما نصب المعتصمون خياما لهم أمام بوابة دائرة تربية محافظة البصرة تنفيذا للإضراب وعلى ذلك بقية المحافظات العراقية دون أن يتأثر المتظاهرون بمحاولات التابعين للأحزاب في التحايل على الإضراب من خلال بيانات تحذيرية أطلقوها للموظفين والطلاب إلا أنها لم تلقى استجابة الإضراب العام يعني للعراقيين دخول كل مؤسسات الحكومة في حالة شلل وتعطيل عمل الحكومة التي لا تتقن من الأعمال إلا نهب ثروات شعب العراقي هو خطوة يراها مراقبون في غاية الأهمية لتعجيل إسقاط العملية السياسية وتحقيق حلم العراقيين في الخلاص